مرحبا بكم جميعا مع فكرة جديدة من افكارنا وهنقدم النهاردة فكرة مزهرية او فوزة جميلة بعلبة من علب الشيبس اللي بنرميها من المهملات بتاعتنا هنستخدمها في صنع تحفة فنية جميلة تعمل لنا دكير راقي في المنزل شروط الشاشة اللي حالك شايفينه ده بيتباع عند الموان هنشتري واحد عادي من عنده آآ وهنعمل زي ما انا بعمل كده هنلفه حوالين العلبة جول لها لحد ما نغطيها كلها كاملة وده ليه ده عشان آآ لما نيجي نحط الجبس على العلبة آآ تستحمل وما تطردش الجبس من عليها او الاسمنت من عليها ده بيساعد الاسمنت في الفصاق والتماسك وطبعا هنغطيها كلها من فوق ومن تحت وهنسيب الفتحة بتاعتها من فوق بس. آآ ياريت تتابعوا خطوات الفيديو كاملة علشان آآ تطلع الفكرة معيك ومزبوطة ومفهاش اي خلال. نتمنى منكم انكم تدعموا القناة وتشتركوا فيها. زي ما حدواتكم شايفين كده. احنا بنحاول نخلي الشاش او الشريط ده آآ ماسك ومزبوط كويس جدا. علشان نعرف نشو شغلنا كويس من غير ما نلاقي اي حاجة آآ تقلقنا او تدايقنا اثناء الشغل. كده خلاص قفلتها كلها هي. وهبدأ احط من عليها الجبس. آآ بكون مجهزة. وهبدأ احط عليها الجبس. وهو بيكون بالسمك لحواياكم شايفينه ده. عشان اقدر ارشه زي ما انا بعمل كده. واسيبو ينشف. طبعا بغطيها كلها بالطبقة الاولى دي. واسيبو ينشف لان انا هغطيها بطبقة تانية. هو انا كده غطيتها بطبقة تانية. بس آآ انا ما ورتهاش لحضراتكم. بس هي كده طبقتين. وهنبدأ ننعم ونشير الاشياء الحاجات الخشنة اللي فيها بسكينة او آآ قطر. هنزبطوا كده زي ما حضراتكم شايفين. وهنبدأ نشتغل تاني. طبعا انا هشتغل بالعجينة دي. العجينة دي عبارة عن ورق مفروم. وعليه آآ شوية آآ اسمنت او جبس. وبعجينهم كويس مع بعض. وابدأ احدد بيهم التصميم اللي انا عايزها على المزهرية او الفوزة. وابدأ اشكله انا بايدي. زي ما حضراتكم شايفين. ولازم اتحط عليها اسمنت او جبس عشان ينشف ويمسك في الاسمنت او جبس اللي حطناه على الفوزة كويس. وانا هعمل التصميم بتاعي كله. زي ما حضراتكم شايفين. وهتشوفوا النتيجة في الاخر. اتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم افكارنا. واتمنى تتابعونا. وتشجعونا بيدعمكم. اننا نكمل ونقدم لكم افكار جديدة ومش موجودة في اي مكان. زي ما حضراتكم شايفين كده انا قفلتها كلها قفلت تصميمي اللي انا كنت عايز عامله على المزهرية كلها اهو. انا قفلت التصميم كله. كده وهسيبها تنشف. تنشف تماما في الشمس. عشان ابدأ اشوف الشغل التاني. هي كده نشفل تماما. هبدأ ادهنها واغطي الصقوب اللي عليها دي. بالجبس كويس جدا. علشان اخليها نعمة ومش بحط طبقة بس. انا بحط طبقتين وتلاتة. علشان تكون نعمة جدا واقدر صنفرها ووصلها للدرجة اللي انا محتاجاها. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بحاول اغطي كل صقوب وكل الحاجات اللي ما بين او ظهر او مكان الورق ما احنا حطينه. زي ما حاكم شايفين جده وباسيبها تنشف تاني تماما. وبرجع اعملها كمان طبقة. برضو بأكد تاني على على ان انا بعملها كويس. وبشوف وبأكد عليها كويس. بحيس ان انا ازا عندي اي شيء ظاهر بغطي جدا جدا. لان انا في مرحلة صنفرها بعد كده. لما اجي اصنفرها ما تضايقنش ما تتعبنش وتطلع ملساء ونعمة جدا زيها زي الفوزة السيراميك بالزبط. كده نشف تاهير. وانا اديتها كمان طبقة تالتة. يعني دي تلات طبقات. وهبدأ صنفرها زي ما قلت لحضراتكم. لازم اديها تلات طبقات. بعد ما حط التصميم بتاعي بالورقة. تلات طبقات على الاقل. ان محتاجة طبقة رابعة بحطها عادي. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده. لازم تتابعوا كل الفيديو علشان التركات اللي في الفيديو كلها. لازم تشوفوها وتعرفوها عشان مفيش حاجة تهمنكم. دلوقتي انا صنفرتها وهبدأ ادهنها باللون اللي انا حابة ادهنها به. انا هدهنها باللون الابيض ده اسمه ابيض لقلقي. ده موجودة عند الموان برضو. بتروح تقول له انت عايز لون ابيض لقلقي بيديك اللون اللي حقيقي عايزه. اي واي لون تاني. كل الالوان اللي انا بستخدمها موجودة عند الموان. بس طبعا ده بعد مرحلة السنفرة تامة. لازم تكون السنفرة كويس جدا. انا دهنت منها جزء اهو. وهكمل وارجع لحضراتك. كده بعد ما كملتها اهو. ياريت تكونون عجبتكو. وارجوا تدعمونا باشتراك ولايك للقناة. ولو عندوك اي تساؤلات. تسألونا في التعليقات واحنا هنجاوب عليك بفاورة. ادي المظهرية كده. او الفازة. اتمنى يكون عجبكو الفكرة. واتمنى ان انتو تحبوا تطبقوها. واتمنى ان انا اكون بفاورتكو بقدر الامكان. شكرا لكم على مشاهدتكو. وياريت تدعموا القناة. اشتركوا في القناة.